بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا في انوار القرآن وانوار القرآن بتغسل كل متعبنا وكل اوجعنا انا عارف ان الكلام عن العلاقات وهو المجال اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي وهو مجال العلاقات مجال واسع ومجال مليان اشياء كتيرة ممكن تخلينا نقف معها ساعات وساعات ولكن انوار القرآن بتطوي كل المسافات دي وتعلمنا اشياء في غاية الرقي وتخرجنا من هذا الضيق وتوفر عننا اوجع كتيرة ومتاعب كتيرة واحنا مع القرآن الكريم وبنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى واحنا ماشيين وصلنا الى الكلام عن العلاقات وكانت اول صفة تكلمنا عنها هي صفة التقبل وكانت دي البوابة اللي دخلنا بيها على العلاقات ان ما فيش علاقة من غير ما حقا الناس تتقبل بعضا تخيلوا كده في الجواز لازم الناس تتقبل بعضا عشان نبتدي ندخل في فترة الخطوبة لازم في تقبل اي علاقة في الدنيا لازم تبتدي بالتقبل لكن الآية النهاردة هتكلمنا عن صفة تانية الآية ويقوله تعالى ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون هذه الآية بتكلمنا عن صفة تانية مهمة جدا جدا فيه تعاملنا وفي علاقتنا وكأني ما ينفعش بعد التقبل ما تكونش الصفة دي موجودة يبقى ايزا احنا بنتكلم عن القيمة التانية في مسألة العلاقات واللبنية التانية في العلاقات هي ايه ما ينفعش بعد التقبل ده حد فينا يقول انا باقبلك بس لازم انا اكون متميز عندك فكرة التميز في العلاقات فكرة مفسدة لأي علاقة ولذلك جات الآية تعلمنا القيمة المركزية في العلاقات قيمة اساسية في العلاقات ان العلاقات لازم تتبني على السواسية يعني على ايه؟ على ان الناس سواء في العلاقة على ان الناس متساوين في العلاقة يعني ايه يعني ما ينفعش وإحنا بندخل في علاقة حد يحس إنه هو أعلى من التاني وإن العلاقة دي احمد ربنا إننا موجود في العلاقة دي تخيل كده لما الزوج يتعامل كده مع زوجته أو الزوجة تتعامل مع زوجها كده تخيل الأولاد لما يتعامل مع أبوهم كده وبيقولوله على فكرة أنتم مش ممكن كنتم ممكن يكون عندكم أولاد زينا مسقفين أنت وعيكم كان أقل من وعينا إحنا أفضل بكتير لا 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 مش تنفع علاقة البنوة ولا الأبوة دي ولا الأصدقاء لما حد فيهم يحس إنه يقول للتاني على فكرة أنا إضافة ليك أنا موجودي في حياتك ده إضافة ليك لا ما تبقاش علاقة ولا هتستمر وإذاك الآية جات قالت إيه إن هذه أمتكم أمة واحدة واحدة وكأننا بنسمع حضرت النبي بيقول لا فضل لأعربي على أعجمي إلا بالتقوى والتقوى دي عند مين؟ عند الله يبقى إحنا كلنا عن نتعامل معاملة الإنسان الواحد وذي كنت في آخر الآية بيقوله وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ يعني إيه؟ أنتم عبيدي كلكم عبيدي في حد مختلف في التاني إحنا جبنا السواسية منين؟ كلنا عبيد يفعل الله فينا ما يريد يبقى ربنا جعل عباده كلهم متساوين أمة واحدة وخلق واحد ما فيش فرق ما بين الناس إلا بالتقوى فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى وحتى يتكلم حضرت النبي لأن الناس كلمة إيه؟ الأعربي والأعجمي يقولي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم ومن تراب يبقى إيه العلة في أن إحنا سواء كلنا أساسنا واحد آدم وآدم كله كان من تراب فعلى أي أساس يحصل هذا التمييز الهدام التمييز في العلاقات ده أمره هدام فعلى إيه إحنا بنشوف نفسنا أحسن من الناس ونغتر ونبتدي نقول لأي حد ما عجبناش أنت مش عارف أنا مين ها أنت أنا آسف يعني أنت عبد رب العالمين أو شوف أنت فين وأنا فين يا ما ناس خواطرها تكسرت بسبب كلام زي ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في كلام واضح الناس وسواسية كأسنان المشط كلنا سوا لازم نبطل نقارن أولادنا بأولاد غيرنا عشان نعمل إيه لا بأولاد أرايبنا ولا بأولاد صحابنا وبلاش نقول لهم بص ابن خالتك وشاطر إزاي ولا بص ابن عمتك دي مش طريقة صحيحة في التربية بص هو وهو يرد عليه بقى طب شوف هم معهم فولا سأد إيه طب شوف ما احنا تعلمنا بقى الأفضل وسيلة لإفساد الحياة وإفساد العلاقات وبلاش تقولي البنتك كمان شايفة بنت عمك اتجاوزت ومعها يلا وانت لسه ما تجاوزتيش إيه كلام السخيف ده ليه كلام ده كلام ده كله عشان إحنا شايفين إن إحنا كنا مفروض أحسن منها ومفروض كانت بنتنا تتجاوز قبلهم ولا اللي اتجاوزوا أفضل منك ما هو نفس الكلام اللي بتقال ده إيه اللي حاصل فإيه اللي حاصل لازم نبطل هذه المقارنات ونبطل نخرج ونخرج من هذه البشاعة لازم نشجع أولادنا على السعي والأخذ بالأسباب ونعرفهم إن ما فيش علاقة بين السبب والنتيجة ورزق ربنا واسع ورزق مالوش مش بالفلوس بس ولا بالجواز ولا بالخلفة بس ده رزق صحة وسطر وراحت بال وانشرح صدر وعلم ومعرفة ووعي وحب للناس كل ده من الرزق فيه ناس ما بتعرفش تحب الناس وذلك قلوبها أسية دولا مش حسين بحلاوة رزق إن هم يبقوا ناس طيبين ولا حسين بإن النار حرام عليهم لأن النار حرام على كل هين لين سهل ولازم الأولاد يبطلوا يعاملوا أهليهم إنهم مكينات فلوس وقيمتهم وقيمت الأهل دولة وقيمت أهلهم في الفلوس اللي بيجيبوها لهم فلوهما ما جاب لهمش فلوس إيه اللي حاصل يبقى ما لهمش أهمية والدليل على ذلك إزاي إن إحنا ما أنتو لازم تخدموا مشروعنا إحنا بص الأولاد بتكلموا إزاي أسلحة مهمين قوي وإنتو خلاص زمانكم عدة وإحنا زماننا زماننا اللي جاي فأنتو في الحقيقة مش زينا إحنا أفضل منكم إن إحنا أفضل منكم وعلى شأن كده مفيش حياة سماسة وقاسية فالعلاقة تفسد ويحس الأباء والأمهات إنهم تجرحوا وضاعت حياتهم وخلاص ومفيش حد واقف جنبهم وبقوا تقولوا والد صاحبي جاب له كذا وكاب له كذا وجاب له كذا وجاب له شقة عشان يتجاوز فيها وأنت مجبتليش أي حاجة أموال أنت لازمتك آه والكلام الجرح ده بسمعه ده مبنى كله من إن العلاقات مش مبنى على السواسية يعني ساعة ما بتقول أنت إمتك إيه دي يا أبويا أنت كمان إمتك إيه لأبوك بسألة بسيطة لازم نعيش السواسية آه صحيح أنت عندك شباب بس هو عنده كمان تاريخ طويل من إنه هو ساعدك إن أنت تكون إنسان يبقى إيه متأهلك في إن هم عملوا إيه وربوك على إيه وحفظوا إزاي عليك وعلى أخواتك وربوك بالحلال يبقى أولا ترضى لغيرك اللي ما ترضوش لنفسك آه هنا بقى لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحبه لنفسي العامل اللي بيقوم بخدمتك في أي مكان زي زيك بالزبط لأن الناس كمان خادم للناس في مكانهم في مكانهم فما تجرحوش بكلمه ولا تتعالى عليه كلنا عبيد فقراء عارف الشخص ده اللي هو بيمشي بالسواسية دي إيه اللي حصل تلاقيه خفيف زي النسمة الناس تحبه يبقى أنت عايز علاقتك تبقى راقية بالناس ما تشوفش ما يزيك خلي الناس تشوف جمالك عارف أسوأ حاجة لما الإنسان يعيش بالتمييز بينه وبين الناس إيه اللي حصل جماله فالناس تشوف قبحه تشوف قبح إيه إنه بيصغرهم وبيتكبر عليهم عشان كده أنا مش بحب تسميت كليات القمة دي كل الكليات بتقدم نفع للمجتمع فما فيش أفضلية لمجال على مجال ولما سيدنا أبو زر عير أحد الناس بأمه الأعجمية ورح حكى لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فحضرة النبي قال لأبي زر إنك امرئ فيك جاهلية ليه أنت متحلتش بقى يعني فيه حاجة ناقص هنا من أخلاق الإسلام من جمال الإسلام اللي إيه اللي كان ناقص السواسية وفي مرة ضحك الصحافة لما شفوا دقة ساقين سيدنا عبد الله بن مسعود لما ساعد على النخل فعضت النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لهما أسقل في الميزان من أحد يا سلام يعني قدمين سيدنا عبد الله بن مسعود أسقل في الميزان عند الله سبحانه وتعالى من أحد النبي طب نعمل إيه عشان نعيش السواسية خلينا نقول بس نتفق إن أنت لو ما عشتش بالسواسية ما بين الناس مش بس هتقل صدقاتك ولا هتقل علاقاتك لكن أنت في النهاية هتجد نفسك بتخصم من نفسك بتستهلك نفسك ليه؟ طول الوقت منتظر من الناس إن هم يبصوا لك بطريقة أفضل من الطريقة اللي بيبصوا لك بها وتفضل منتظر منتظر أو تفضل تحاول تيثبت لهم إن أنت أفضل منهم وإيه اللي يحصل؟ فتعيش حياة منقوصة وتعيش حياة دايما نقصة وحياة مليانة بالمرار أنا عنصحك شوية نصايح كده عشان تتخلص من المرار ده امتن لكل شخص بيتعامل معك لوجوده ودوره في حياتك بالله عليكم يعني يعني ونحن في رمضان عايزين نتعلم سنة جديدة إن إحنا نمتن لوجود أولادنا في حياتنا إحنا بستغرب جدا نفضل نعيش ونعافر إن يجينا أولادنا ولما يجينا أولادنا نحس إن هم إيه اللي حاصل؟ نحس إن هم إيه؟ عبق علينا طب وده يا رضي ربنا أولادنا نعمة حط في قلبك إن أولادك نعمة عتلاقيهم بيحبوك عتلاقيهم بيحبوك لأنه أنت حاسس بقيمتهم في حياتك فهم يحسوا بقيمتك في حياتهم لازم نحس بكده تاني حاجة يبقى خلاص لازم نحسس اللي حوالينا بقيمتهم ونمتن إليهم لازم نمتن إليهم تخيل كده لو بتمتن لزوجتك تخيلي كده لو بتمتن لزوجك تخيل كده لو بتمتن للراجل اللي بيساعدك تخيل كده لما بتمتن للراجل اللي بيرفع حاجة معاك أو اللي بيقفلك حاجة أو اللي بيشين معاك حاجة أنت هتحس إن أنت سواء مع الناس وتحس بهذا الشعور الرائع الجميل إن أنت مع الناس وتحس بالنور بيسر في قلبك تاني حاجة قبل ما تتكلم اعرض الكلام على قلبك لو لقيت فيه اي انتقاص من حد او غرور استغفر ربنا ويقول استغفر الله العظيم واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بدل وجلام جميل يجبر خاطر الناس يعني لو بتوصف حد ما تقولوش فلان الاسود اللي هناك ده بناش الطريقة دي ولا فلان الاسمر ده ولا فلان الاسير اللي هناك ده خلينا نرقي الفضن خلينا نحس بالسواسين انت طبعا بتقول انا مش قصد انتقص منه اه بس نفسك الامار وانت بتقول ايه فلان الاسمر ده اللي انا مش زيه الحمد لله فلان القصير ده اللي انا مش زيه الحمد لله انا طويل حتى لو انت قصير زيه فنفسك الامار بالسوق بتلعب بيك فلازم تتخلص من ده فراجع كلامك تالت حاجة ايه ده لكل شخص بتشوفه بظاهر الغير ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في رزق ويوسع ليه رب حاجة واهم حاجة تحس ان انت مش محتاج للتمييز بينك وبين الناس للتمييز بين الناس عشان تقبلك الناس هتقبلك لما تحس ان هم بنا قدمين وانت بتحبهم زي ما هم لما تحب الناس زي ما هم وتتعامل معهم على ان هم بنا قدمين وتتعامل معهم باحترام ساعتها هتحس ان انت ايه الحقيقة قلبك نور وقلبك واسق حصل للتساع اخر حاجة واهم حاجة يا ريت نرجع تاني نلقى بالناس بألقاب حلوة لما تيجي تكلم حد تقوله يا استاذ تقوله يا جميل تقوله يا امير تقوله يا بطل قول للناس كلام حلو ولقى بالناس بكلام حلو عشان الناس تحس بانك انت حاسس ان هم زيك لما واحد يحس يكون هو عالم كبير او استاذ في الجامعة او يقول لأي حد يقوله يا امر يا استاذ الناس تحس بان هي وجودها ليه معنى تحس الناس تحب تقابلك عرفتم ليه السواسية بتبني العلاقات بتبني العلاقات عشان الناس بيحسوا ان هم في مكانتهم الصحيحة وان هم زيك وان هم بيحبوا دايما ان هم يبقى زيك خلي بالك علموني زمان ان الناس ما بتحبش السوبرمان بتتفرج عليه اه بس ما تعشرهوش لو حب ان انت تبقى شخص خارق الناس مش هتحبك لو هتشير التمييز من قلبك وتعيش مع الناس بالسواسية هتلاقي الناس دايما بتخرج اجمل ما فيها ومنتمية اليك وبتحبك عارف ليه عشان انت شبههم وساعتها تعمل بقوله تعالى ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون يا رب اجعلنا دايما من اهل السواسية اللي تفتح لنا ابواب وقلوب الناس وتخلي علاقتنا امتن وتخلي علاقتنا مبنية لبنا من نور ولبنا من نور فتكون علاقتنا نور على نور فيا نور لا تحرمنا نور السواسية يا رب العالمين بعض الفاصل نلتقي في حضراتكم عشان نجاوب على السيادتكم من فرقة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بلنامج ولا تعسره ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بلنامج ولا تعسره اللي هي بتقوم بدور الجسر والنور والبركة اللي بتتخنى على مجالس العلم وتخلينا دايما في وسط بحضرة مولانا سبحانه وتعالى وتخلينا في مجالس العلم والنهاردة مازلنا في رحلتنا مع كتاب الله واحنا بنتكلم في تاني لابنا بتبنينا لان احنا شعرنا ان القرآن يبنينا وكنا مع الآية العجيبة اللي مليانة نور واللي بتجمعنا كلنا تخيل آية تجمعنا جميعا وربنا سبحانه وتعالى بيخاطبنا ويقول لنا ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون كلنا مجموعين في ساحة العبيد كلنا مجموعين في ساحة العبيد وعشان كده لازم طول الوقت احنا بنتكلم مع الناس واحنا بنتعامل معهم لازم نكون في عنينا وفي قلبنا دايما هذه الآية فاتخلينا واحنا بنتعامل مع الناس نتعامل مع الناس بماذا نتعامل مع الناس بألفاظ جميلة ونتعامل معهم بأرقم يكون ونمتن لهم على وجودهم في حياتنا والأدوار اللي بيقوموا بها في حياتنا وكمان نراجع نفسنا قبل ما نتكلم لو فيه أي لفظة فيها أي انتقاس أو تمييز أو سوء نحزفها ونشيلها عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قال للراجل وهو بيكلمه لما فزع قال له هون عليك يا أخي يا أخي يا أخي أنا وانت حاجة واحد ما أنا إلا عبد أكله كما يأكل العبد وأجلس وكما يجلس العبد شوف تطيب خاطر الراجل وشوف حضرت النبي وهو بيحطه وهو مؤني حضرت النبي هو اللي قال لنا لست كهيئتكم ولكن شوف حضرت النبي بيعلمنا السواسية إزاي ثالث حاجة أننا لازم نستغفر للناس ودايما نستغفر إذا جلنا وإذا تلفظنا بلفظ مش مناسب ونعتزل للناس لو أننا تلفظنا بلفظ في أي نوع من أنواع الانتقاس ونبدأ للناس بظاهر الغيب ويا سلام لو أننا وإحنا نتعامل مع الناس لقبنا الناس بألقاب مناسبة وجميلة تخليهم يشعروا أن احنا دايما بنظر لهم على أنهم قيم في حياتنا يا رب يجعلنا دايما من أهل السواسية عشان السواسية دي السواسية دي سعة والسواسية دي جذابة عايز تبقى جذابة خليك من أهل السواسية أول سؤال وصلنا على صفحتنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضرك طيب لو سمحت عندي سؤال هل الصلاة بالبنطلون حرام السؤال دوة الصلاة بالبنطلون احنا عندنا طيب نكمل الأسئلة وسؤال كمان لو أنا في مجال شغلي في ناس بتعرض أنها تديني فلوس وأنا برفض بس بعض الأوقات في ناس بتتداي وتقول دي طالعة مننا بنفس راضية أنت ما طلبتش ويحلفوا أني أخد فقال الفلوس دي كده حرام أول سؤال السؤال الأولاني بيسأل على الصلاة بالبنطلون حرام احنا عندنا من شروط صحة الصلاة ستر العورة يعني ايه ستر العورة ستر العورة أن أنت تكون مغطي على الرجل يكون بيغطي ما بين السر والركم وعند المرأة تغطي جميع بدنها إلا الواجه والكفين طيب لو حد يلابس لبس بتسأله عن البنطلون البنطلون نفسه مش هو الحرام والحلال ايه وصف البنطلون دو يعني لبس المرأة اللي هي تخرج به وتكون في وسط الناس لازم لا يسف ولا يشف أما وهي لبس البنطلون لوحدها وفي بيتها اه يجوز ان انت تصلي به وصلاة عاد تكون صحيحة صلاة عاد تكون صحيحة لانه ماله ساتر للعورة والرجل اذا صلى في البنطلون برضو برضو صلاة عاد تكون صحيحة لانه ساتر للعورة يبقى ايه اللي حاصل بدل هو في نفسه كده في مكانه بيصلي بشيء يستعودته يبقى صلاةه صحيحة وليس فيه ايه وليس فيه حرام ولا تبطل صلاةه السؤال الثاني بقى يقول ان هو في الشغل ساعة الناس بتحب ايه بتحب تهديب حاجات ويحب تديله حاجات اللي اصلا مسألة الرشوة هي مسألة ان المال الذي يؤخذ لكي يأخذ الناس شيئا ليس من حقهم لكن اوه في الحقيقة انا لو بتسألني انا يعني ارجو لك وافضل لك ان لا تأخذ اي شيء في العمل ده ليه طيب لان في الحقيقة ده الانزه ليك والافضل ليك لان الرشوة هو ان انت تاخد الفلوس في مقابلة ان انت تؤدي الخدمات للناس لكن جملة حديث رسول الله سنة منما جيه سأل الصحابي فقال هذا مالكم وهذا اهدي لي فرسول الله قال له هلأ جلست في بيت ابيك وبيت امك فأهدي لك فكأن حضرت النبي عايز الناس تبقى فيه حالة نزاه وما يبقاش فيه فساد وعشان ما يتفتحش عليك باب الكلام دوت وقلبك يدخل فيه الامر دوت والناس ممكن تستغلي ده بشكل او باخر ومش كل الناس ممكن تكون هي وبتديلك هي صدقة في الكلام اللي هي بتعمله ده ان هي بتشكرك على انك انت قديت العمل وممكن بعد كده الناس بقى عندهم طريقة ليه الفساد وهي ان هي تعطي بعد العمل ما تعطيش قبل العمل وممكن نفسك تتربى على انك انت تتشوف لده طب ايه الانزه لك بدل انت يا سيدي الافضل لك لا تأخذ شيء طيب انت بقى بتسألني سؤالا مجردا كده لو واحد اعطاني شيء بعيدا عن العمل خالص بعيدا عن العمل ليه طيب عايز يشكرني فشكر لي عمل اللي انا عملته هل ده يدخل في مفهوم الرشوة الحقيقة لا ده ما يدخلش في مفهوم الرشوة مفهوم الرشوة دي ان الواحد يأخذ المال لقي يقضي المصلحة لكن واحد حبني واحد لاني مخلص فحبني فداني هدية فداني هدية بعيدا عن العمل ده وهم حتى بيقولك انت بطلبتش هم عايزين يشكروني لاننا انسان حريص على العمل ده انا زي ما قلت لك انا افضل ان انت ما تاخدش ده التفضيل لكن لو حصل ان انت اخد لا استطيع ان انا اقول لك اسم ان رسول اللي اصلا قال تهد وتحبه وما زلنا في عمومي هذه الاية طب بس انت قدمت له مصلحة اه بس انت اخدت هذه الهدية بعد انقضاء المصلحة وانتهاء المصلحة وخلاص يبقى انت تخلي بالك لو اي في نوع من انواع الشبه ان هو ممكن اديك الهدية ويكون له مصلحة اخرى بعد ذلك فلا وانا استمر اقول لك ان الانزه ليك والافضل ليك ان انت ما تاخدش لكن احنا بما ان احنا بنبين الحكم الشرعي وبنان الحلال والحرام لازم نبين المسائل بشكلها الكامل السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن يا شيخ تقول لي اعمل ايه انا متجوزة بقالي ست شهور وربنا كرمني وحامل وزوجي مش بيقول لي كلام حلو وانا قعدة مع اهله في البيت ولو انا ما سألتش عليه مش بيسأل اعمل معاه ايه وقلت له كذا مرة طبعا في بداية الست شهر دي بيحصل شوية حاجات انا اقولك شوية حاجات عشان افاهمك وبعد كده اقولك الحل ايه عشان افاهمك الحالة دي بعض الازواج بعض ما بيتجوزوا وبعد ما بيعملوا الكلام ده بيحصل لهم حالة من حالات ايه حالة من حالات الاحساس بانه وصل اللي هو عايزه انه هو الحمد لله تممنا الجواز بقى ارتاح فبيرتاح من كل حاجة بما فيها بيرتاح ان هو يحس ان هو زوج لانه عشان هو زوج لازم يقول كلام حلو ام العنطبق قوله تعالى وقوله للناس حسنة ازاي ده من اصولي الزوجية ان الواحد يقول كلام حلو وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمة ترفع الى في زوجتك صدقة يعني المعاملة الحلوة الرقيقة مهمة جدا وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة اه يبقى الكلمة الطيبة للزوجة صدقة يبقى انت لازم تعرف ان الكلام الحلو ده جزء من مفهوم الحياة الزوجية يعني انا عايز اقول بس الازواج ان انت الكلام الحلو ده مش فضل الكلام الحلو ده اساس في الجواز اساس في الجواز ليه لانه نوع من انواع التعبير عن نعمة ربنا انا عايز اقول لكم حاجة الكلام الحلو في الجواز شكر نعمة ربنا وزاك تلاقي الناس المتعودين ان هما يقولوا كلام حلو للزوجين سواء الزوجة او الزوجة بعد شوية من الكلام يقولوا الحمد لله على ان انت نعم من ربنا الحمد لله على ان ربنا رزقني بيك الحمد دوت الكلام الحلو مفتاح لشكر نعمة ربنا مفتاح لرؤية نعمة ربنا عليكم في الجواز طيب عايز اقول ايه بقى انا عايز اقول حاجة مهمة اوي بقى ان زوج حضرتك ليه ممتنع ان هو يقول حضرتك ست اشهر كلام حلو عشان هو حاسس ان هو اتحط في دور ايه بقى اتحط في دور ان هو الزوج اللي هو هيبقى ابو الاولاد انت خرجين من الدور دوت وخاصة كمان ان هو كمان انتوا متجاوزين في بيت ايه فممكن كمان الحرج هو كمان زي ما انت ممكن تكون عندك حرج لانك انت قاعد في بيت ايه هو كمان ممكن يكون عنده حرج ان هو حد يكلم عن العلاقة الخاصة وحد يكلمه عن انت بتكلم مراتك برق ازاي وانت بتكلم كل الكلام ده فلازم انت تبتدي انت بالكلام الحلو ليه كده يا مولانا انت تيجي علي ليه لا والله انا بقى اكلم بصدق انت لسه في بداية الجواز وفي بداية الجواز بتبقى البنت حاسة ان هي ده كان بيحف ورا يقول لي كلام حلو صبح وليل وقال لي خليه امتنع اديني وصفتلك هو امتنع وامتنع عشان هو حاسس ان فيه اعباء عليه لسه بيتعود على انه بقى زوج لسه بيتعود على انه بقى مسؤول ورب الاسرة دي فهو بيتعود على ده ممكن ينسى فكلامك الحلو معي نشط له فكرة ان انت لسه ازواج وان انت ممكن الكلام الحلو يفتح لكم باب السعادة مع بعض وزي ما بقوله هو وانت لو هو سمعني ايه اللي حاصل وقوله للناس حسنة واول حد ممكن تقوله الكلام الحسن يا زوجتك انا بقولك كمان ان انت كلامك الحسن ليه وكلامك الطيب ليه مش بس تقولي انت ليه ما بتقول ليش كلام حلو يبقى نفتح باب الكلام الحسن عشان الزوج يبتدي يتحرك ليه بقى لان ربنا اكرم من انك انت تعملي شيء جميل وربنا ما يكفيش عليه هالجزاء والاحسان الا الاحسان ادفع بالتي احسن فاي ده الذي بينك وده مش بينك وبينه عداوة يبقى خلاص هو ده افضل طريقة ممكن تفتحي يا قلبي جوزك عشان توصلي لهذا الامر السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم هو لو انا لو نمت اليوم كله في رمضان ينفع صيامي ولا لا طبعا السؤال ده ما ينفعش عشان حد يسأله عشان يروح يعمله لكن ينفع ان واحد يسألني انا نمت اليوم كله صيامي يعيبقى صحيح ولا لا اقول له صيامك صحيح وينفع ان واحد يجي يقول لي والله انا تعبت ومردت فنمت اليوم كله لان انا تعبان اواحد يقول لي والله انا عصوم بس هتطر انام اليوم كله عشان اهم حاجة بس ان انت تصلي الصلاة على وقتها اصلا انت لما تنام اليوم كله خلي بالك ان فيه صلوات فتصلي الصلاة على وقتها تصلي الفجر وتصلي الدهر وتصلي العصر يبقى اذا انت صليت الصلاة على وقتها ونمت اليوم كله من التعب او شيء من هذا قبيل صيامك صحيح يبقى دعم بالزبط كده فاكرين لما يجو في عرفة ويقوف في عرفة لازم يبقى واقف لا ان انت تبقى حاضر طيب والصيام هو معنى ان انت تمتنى سواء كنت صحي او كنت نايم فلذلك صيامك عايقون صحيح بس احنا فيه طاعات كتير عادفوتك كده وانت نايم يبقى عشان كده قلتلك لو حصل ان انت بتسألني انا لو نمت وصيامك عايبقى صحيح اقولك صيامك عايبقى صحيح طيب لو ما صليتش صيامك برضو عايبقى صحيح صيامك عايبقى صحيح بس ليه تسأل السؤال بالطريقة دي فانت دلوقتي ببساطة خالص اذا انت كنت نمت ونومك اجتمل على كل اليوم صيامك صحيح لان المقصود ايه تعريف الصيام الصيام هو الامساك امساك عن شواتي البطن والفرج لو امساكت من طروع الفجر الى غروب الشمس خلاص صحي بقى نايم صيامك صحيح طب انا اقول كده ليه بقول كده عشان كتير من الناس بيعملوا حاجات في الناس مش مناسبة يجي لحد مثلا صاموا ما صلاش يقولوا صيامك مصصحيح طب بتعمل كده ليه هذه عبادة مستقلة هل احنا كده بنقول للناس ما تصلوش عشان بس الناس اللي بيؤذوا الناس وبيوسوسوا الناس وبيبسدوا على الناس عبادته يا اخي يسيبوا يصوم وان شاء الله ربنا يفتح قلبه للصلاة فدي عبادة عبادة مستقلة فسيبوا يعبد الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة المستقلة وما تمنعوش الناس من انه يقتربوا من الله سبحانه وتعالى وما تكونوش انتوا حجابه وتقطعوا الطريق على الله سبحانه وتعالى ولذلك اه صيامك عبادة صحيح وان شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لك الثواب بس يا سيدي احنا بنعمل العبادة عشان تبقى العبادة بدون ثواب او بنعمل العبادة بس عشان تبرأ زمتنا احنا بنعمل العبادة عشان ديت نفحات من الله سبحانه وتعالى تطيب قلوبنا وتعلمنا وتزكينا وتغير قلوبنا وتخلينا نتولد من جديد حد يفرط في انوار الصيام ولا بركات الصيام يبقى اذا انت اضطرت ان انت تنام اليوم كله صيامك صحيح وما نصحكش ان انت تنام اليوم كله عشان انت وراك اعمال وطاعات كتيرة والطاعات بتتضاعف كمان وانت في الصيام يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن معنى مهم جدا 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 في بناء العلاقات معنى بدون العلاقات مش ممكن تتمسك ولا ممكن تستمر حتى بعض الاحيين بيبقى على طرف اللسان الشخص اللي معك في علاقة سواء جنزوجة او صديق او صاحب او زميل او اي علاقة او ابن او بنت او ام او اب كلهم يعني طرف اللسانهم يقولوا لما يجوز عليه خلينا في حالة سواسية في العلاقة يعني خلينا نحس ان العلاقة احنا الاتنين محتاجين لها احنا الاتنين حارسين عليها احنا الاتنين بنسعى اللي هي تفضل موجودة ده هو اللي بيخلي العلاقة تبقى اكثر تمسكا بيخلي العلاقة علاقة صحية وعشان كده الله سبحانه وتعالى لما قال لنا ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون كان يريد مننا ان نعيش في حالة سواسية وفي حالة جمال فكل واحد فينا يرى الاخر بابا من ابواب المرآة التي يرى فيها الجمال فيرى الجمال في وجه اخيه ويرى الجمال في صحبة اخيه كل ما تعيش بالسواسية كل ما تحس ان انت انسان كل ما تعيش بالسواسية كل ما تحصن علاقاتك من ايه تحصن علاقاتك من السموم ما لقيتش حاجة ممكن تقضي على العلاقات المسمومة ادي السواسية في العلاقات خليكم من اهل الاتزان وخلي علاقاتكم تتبني على السواسية لأن السواسية تخليك ترى أجمل ما في الحياة عندما ترى العلاقات واسعة مفتوحة على حضرة المولى سبحانه وتعالى وأن الناس جميعا عباد لله ولذلك علاقاتهم لابد أن تبنى على أنهم جميعا سواء أمام الله يا رب انهمنا أن نكون دايما نرى الحياة ونرى العلاقات بصفة خاصة بنور جمال عبوديتك يا رب العالمين فنرى أنفسنا أننا قد تشرفنا بالعبودية فلا نحتاج إلى مزيد تمييز في علاقة بأحد لأننا والحمد لله عبيد للأحد يا رب العالمين اقبلنا دائما في عبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا رب العالمين